طيب احنا كنا بنتكلم يا جماعة عن اخبار الجهاز الفني للمنتخب المصري والاجواء هناك احنا كنا بنقول ان فيه مطش ما بين المنتخب مصر وغينيا حيتلاق ان شاء الله بإذنه يوم الاربع بيستقر الجهاز الفني للمنتخب مصر ان يكون فيه حراسة مرمى المنتخب المصري كابتن محمد شناوي امام غينيا المقرر لها زي ما قلنا يوم الاربع المقبل دي فيه التصفيات المؤهلة للامم الافريقية اللي حتى تتلعب ان شاء الله فيه كودي فور يطمئن الجهاز الفني على جهازية محمد الشناوي بشكل كامل علشان يشارك فيه المباراة المرتقبة وان هو يعني شفية بشكل تام من التمزق فيه الذي اصابه فيه السمانة اللي هو كان طبعا قبل المرش اللي تسبب في عدم لعبه مباراة اللي ياب ولعب ما كان منه مصطفى شبير طيب احنا لسه في الكواليس وفيه اخبار الخاصة بالمنتخب الوطني لكرة القطب يخصص اتحاد الكرة باديجارد حارث شخصي خاص لنجم ليفر بول كابتن محمد صلاح طبعا نجم ليفر بول نجم المنتخب الوطني في المغرب علشان منعا لأي مضايقات من الجماهير اللي بتتهافت علشان تلتقط الصورة التذكارية مع الفرعان المصري والخبر ده بالنسبة لي حاجة تنظمية هو مش باديجارد بمعنى كلمة باديجارد يعني هو علشان فقط يعني ان التدافع على كابتن بحجم وقيمة واسم محمد صلاح يعني حاجة تنظمية يعني حاجة يعني لا تثني ما فيش اي غضاضة في الموضوع خبر اخر ده خبر من الاخبار اللي انا بقول عليه علامات استفهام يعني انا حقول الخبر زي ما هو واترك لكم علامات الاستفهام الخبر بيقول ان اتحاد الكرة بيفرج عن جزء من مستحقات ومكافئات لاعبي المنتخبة الاول المتأخرة قبل السفر الى المغرب لمواجهة غينيا الاربع المقل في التصفيات المؤهلة لكاسة الامة الافريقية حتقام في كوديفور جاء ذلك بعد تدخل محمد صلاح قائد منتخب مصر اللي طالب اتحاد الكرة ان هو يصرف المستحقات المتأخرة لعيبة المنتخب علشان يركزوا في المباراة المقبلة وعدم انشغال اللعيبة باي امور اخرى يعني علامات الاستفهام منجودة اعتقد يعني هو ليه اصلا فيه مستحقات متأخرة لعيبة المنتخب المصري ما اعرفش وهل الاتحاد الكرة يعني كان منتظر كابتن محمد صلاح ان هو يقولهم بعد اذنكم اصرفوا المستحقات بتاعت اللعيبة عشان يتم صرفها علامات الاستفهام ما اعرفش ممكن مثلا حد من الاتحاد الكرة يعني يتفضل ويرد علينا الله عنه